أفد مصدر أمني عراقي بمقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر أخرين جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد وقال المصدر أيضا أن مسلحين مجهولين اقتحموا فجر اليوم قرية العواشق التابعة لناحية أبي صيدة شمال شرق بعقوبة وقاموا بإعدام تسعة أشخاص وفي الأنبار قال ضابط بالجيش العراقي إن القوات الأمنية تمكنت من صد هجوم انتحاري شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مقر اللواء الأول شمالي الفلوجة وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين